بمناسبة عيد العمال العالمي وبرعاية الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال لهلال أقام الاتحاد العام لنقابات العمال مهرجانا مركزيا في مجمع سحارة بريف دمشق بحضور رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدي عباس ورئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وشخصيات سياسية وحزبية ونقابية أنتم يا أبناء الطبقة العاملة العربية السورية العظيمة كنتم دائما قطاعا مهما ومركزيا في معارك الوطن كلها فأنتم مع أشقائكم الفلاحين والحرفيين والأطباء والمهندسين وكل منظماتنا الشعبية ونقاباتنا المهنية عماد البناء ومحفز التقدم والنماء وطنيتكم ليست مقتصر على جهودكم في العمل والبناء وهي جهود جبارة وأساسية في حياة الوطن لا شك وطنيتكم تتعدى ذلك إلى المجالات الكبرى كالوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن والتمسك بثقافة العروبة والتطلع نحو خير الإنسان والإنسانية المهندس أحمد الحامو وزير الصناعة ألقى كلمة الحكومة مؤكدا أن الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة لم تثنها عن القيام بواجباتها تجاه العمال وستكون توصياتهم موضع اهتمام وتطبيق كرس الأول من أيار في أزهان العمال السوريين معاني الكفاح ضد الظلم والنضال لتأمين حقوقهم من خلال ترابطهم مع عمال العالم مهما تباعدت المسافات واختلفت اللغات لتجسيد القيم النبيلة واستسطروا الطبقة العاملة السورية على صفحات التاريخ العالمي سفر مقاومتها للقوى الإرهابية والتكفيرية الظلمية وعمال وسورية كانوا كأخوانهم من شرائح المجتمع المختلفة هدفا للعصابات المسلحة منذ اللحظات الأولى لانطلاق العدوان وقدموا آلاف الشهداء بمواقع عملهم لتأمين مستلزمات صمود الوطن غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أشاد بالحركة النقابية العربية في النضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والقومية لقد تخطيتم الصعاب وواجهتم أكبر وأعنف حرب عدوانية كونية تشن على بلدكم العزيز سوريا وصطرتم بالعرق والدم تاريخا جليا يفتخر به أبناءكم في الدفاع عن الكرامة وعن وطنكم وعزة بلدكم وبنيته الاقتصادية ومنشآته الصناعية الحديثة وحميتم تراث أجدادكم وحضارة أمتكم التي تعود إلى غابر التاريخ ودافعتم عن مقدراته التي بنيت بسواعدكم عبر عشرات السنين من البناء والتطور بدوره دعا جمال القادر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الجميع لشد الأحزمة ومضاعفة الجهود لاستمرار العملية الإنتاجية وتصعيد وتائرها وتأمين متطلبات الشعب في ظل الحصار الاقتصادي الخانق على الشعب السوري والعقوبات الظالمة التي فرضها المتشدقون بحقوق الإنسان أيها الإخوة العمال أن الدفاع عن وطننا بكل السبل المتاحة أمانة في أعناقنا جميعا وأن العمل والعطاء وزيادة الإنتاج وتحسينه يمثل جهة الدفاع الأساسية والعمق الحقيقي لقدرة أي شعب على الصمود وهذا ما دأبتم عليه ووقفتم بكل شموخ وإباء في وجه كل التحديات المشاركون في المهرجان أكدوا ثقتهم بالجيش العربي السوري وقدرته على دحل الإرهاب التكفيري وداعميه